اشتركوا في القناة المعنى والعلم وما شبهها لكن الجدال إذا كان مراء فهذا هو المحرم إذا كان المقصود بالجدال أن يمتصر لنفسه بحق أو بباطل فهذا لا يجوز أما إذا كان الجدال يصل إلى حق ويبدل الباطل فهذا حق مأمور به فعندنا أن مراء وجدال ومناقش المراء أن يجادل لينتصر قول الجدال أن يجادل لانتصار الحق أما الثالث المناقشة قد يكون يناقش مع أستاذه لأجل يتبين له العلم ويتبين له وجه الحكم هذا أيضا لبسه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر